شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات التابع للوزارة واثنتين وعشرين شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد وزير الاتصالات أن البروتوكول يهدف لتدريب وتنمية مهارات نحو الفيشاب من الملتحقين بمبادرة شباب مصر الرقمية في أكثر من 15 محورا تدريبيا متخصصا في أحدث مجالات لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يحقق البروتوكول مستهدفات الحكومة بإتاحة فرص تدريبية وخلق فرص عمل للشباب كما تلبي متطلبات القطاع الخاص من الكوادر المدربة والمهارات والخبرات المبنية على علم ودراسة وتدريب عملي